بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان وكان الكلام في أمور ووصلنا إلى الأمر الخامس ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية وكان الكلام تحت هذا الأمر في موارد وصلنا إلى المورد الرابع عشر أقول التلازم الحتمي بين التدليس وسوء الخلق موجود وأكيد وكل ذلك ملازم لمنهج التكفير وإمة المارقة ولا أعرف كيف لعاقل منصف التصديق بأكاذيب وافتراءات على شخص صدرت من خصمه وعدوه اللدود الحاسد له الحاقد عليه المكفر له المبيح لدمه وعرضه وماله والفاقد للمصداقية والأخلاق الإسلامية المحمدية صلى الله على محمد وعلى محمد ونكتفي بمورد واحد ففي البداية والنهاية في الجزء الثالث عشر ابن كثير قال وممن توفي في هذه السنة سنة ستمائة وستة وخمسين هجري من الأعيان أنا جعلت هذا المورد والكلام في نقاط أولا قال ابن كثير الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله لاحظ هذا هو أسلوب المكفرة أسلوب القتلة أسلوب الإرهابيين أسلوب الإقصائيين أسلوب الدواج يقول ومن من توفي في هذه السنة من الأعيان يذكر عدة عناوين عدة أشخاص ومن ضمن من ذكره يقول الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله هذا هو استفتاح ابن كثير يقول عن الوزير ابن العلقمي يقول هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب هذه هي أسماء أجداد الوزير مؤيد الدين أو مؤيد الدين أبو طالب ابن العلقمي وزير المستعصم البغدادي أي الخليفة البغدادي وخدم في زمان المستنصر أو خدمة في زمان المستنصر أستاذ دار الخلافة مدة طويلة ثم صار وزير المستعصم إذن في زمان المستنصر العباسي كان أستاذ دار الخلافة مدة طويلة بعد هذا في زمن الخليفة بعد المستنصر وهو المستعصم صار وزيره يكمل ابن كثير يقول وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين مع أنه من الفضلاء في الإنشاء والأدب أخلاق عالية تأخذون من التيمية وآمة التيمية يقول وكان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء ثم ما لأه على الإسلام وأهله الكفار هولاكو خان حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله مما تقدم ذكره ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر الله وذاق الخزية في الحياة الدنيا والعذاب الآخر أشد وأبقى وقد رأته إمرأة وهو في الذل والهوان وقد رأته إمرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في أيام التتار برذونة وهو مرسم عليه وسائق يسوق به ويضرب فرسه فوقفت إلى جانبه وقالت له يا ابن العلقميه هكذا كان بني العباس يعاملونك فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات كمدا وغبينة وضيقة وضيقة وقل وذل في مستهل جماد الآخرة من هذه السنة سنة 656 نجري وله من العمر 63 سنة ودفن في قبور الروافض إذن رأته أمرأة وهو راكب البرذون أي راكب الدابة الدابة من الخيول أو من البغال غير العربية أي من فصيلة الخيليات غير العربية أو هي يقال هي دابة من الخيول من الخيليات تكون أو يكون البرذون ضخمة جثة غليظ الأعضاء قوية الأرجل لهو حوافر عظيمة يتخذ للحمل خاصة على هذه الهيئة تحدثت معه الأمرأة فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره لا أن مات يكمل يقول وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يصف أقول واضح هنا خفة العقل والاضطراب النفسي قال إهانة لا تحد ولا توصف فأين هذه الإهانة التي لا تحد ولا توصف التدليس والإفلاس ظاهر من خلال إتيانه بقصة التدليس والإفلاس ظاهر من خلال إتيانه بقصة من قصص العجائز جداتنا رحمهن الله والتي لا إثبات لها ولا أساس إلا في مخيلته الأسطورية إضافة لذلك فإنه لم يذكر لنا إلا حكاية أو سالفة العجائز هذه كما يقال سالفة عجائز فإنه لم يذكر لنا إلا حكاية بين قوسين سالفة العجائز عن المرأة وعلى فرض ثبوتها فإنه ليس فيها إهانة بهذا الوصف لا تحد ولا توصف وعلى فرض ثبوتها فإنه ليس فيها إهانة لا تحد ولا توصف بالرغم من أنها سالفة عجائز مع هذا هي ليس فيها إهانة من النوع التي لا تحد ولا توصف بل الكلام في تضمنها أصل الإهانة محل نظر بل الكلام في تضمنها أصل الإهانة محل نظر من حيث أن البرذون الخيل أو البغل غير العربي المستخدم للحمل فقط وهو بمثابة السيارة العادية أو القديمة أو عربة الحمل في مقابل السيارات الحديثة الفارهة المدرعة كالجكسارات أو ما يسمى بهذا الاسم أو باسم أخرى لا نعرف موديلات السيارات الحديثة في مقابل السيارات الحديثة الفارهة المدرعة كالجكسارات في هذا الزمان فبكل تأكيد سيسيل لعاب المغول للجكسارات والسيارات المصفحة ورباعية الدفع فتكون أول ما يسرق ويسلب وينهب وبعدها يأتي دور سرقة البرازين والحمير وباقي الدواب والمغول قد أفسدوا في بغداد كل فساد وجعلوا كل أهلها أذله حتى ابن العلقمي فقد دفع كل أمواله كما فعل التجار من أجل البقاء على حياته وعياله فصار مفلسا مفلسا ليس له القدرة على شراء جكسارات ذاك الزمان ولو حصل على واحدة فستكون هدفا لقادة المغول فسرعان ما تأخذ منه صاغرا ذليلا مغلوبا فهو وزير مفلس مفلس لا سلطة له مع سلطة المحتلين الأسكرية وحالة الحرب والطوارئ القصوى المعلنة ولا ننسى المقارنة بين ما فعله ابن العلقمي وباقي الرموز من تجار ورجال دين وذوي مناصب في دولة العباسيين وبين موقف الخليفة فضلا عن غيره وهو ذليل يتوسل المغول وقد دفع لهم الكنوز التي لا تحصى ولا توصف من أجل البقاء لكنه لم يجدي له شيئا